وقد دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة دعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مواصلة استقبال اللاجئين الفارين من الحرب والاضطهاد وجاءت الدعوة على خلفية القرارات التي اتخذها ترامب لتقييد اللجوء إلى الولايات المتحدة وقالت المفوضية والمنظمة الدولية في بيانا مشترك أن احتياجات اللاجئين المهاجرين حول العالم لم تكن يوما أكبر مما هي عليه الآن وفي تعليقه على قرارات ترامب الأخيرة قال وزير القارجية الفرنسي جان مارك إيرلوت في أثناء لقائه نظيره الألماني سيغمار جابريل في باريس قال إن قرارات ترامب للحد من عدد المهاجرين واللاجئين الذين يأتي معظمهم من دول إسلامية يبعث على القلق وأضاف أن استقبال اللاجئين الفاريين من الحرب يشكل جزءا من واجبات المجتمع الدولي